المجمع الجهوي للمخابز العصرية شكر الله عكرمي مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال للحديث عن المنح والمبيتات بنسبة العودة الجامعية المقبلة كيف كيف بش يكوننا لحديث شرعة تونسي على نفوق 50% من خلايا النحلة في زغوان ضيفنا بشكون محمد بن خليفة عضو المكتب التنفيذي المكلف بالفلاحين الشبان وكذلك نحكيه على مؤشرات صابت الكوروم مع سامي لهويدي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببعارقوب كذلك نحكيه بالنسبة لإكسبريس ريداش كونديلي الخبير الاقتصادي للحديث على أهم المؤشرات الاقتصادية والوضع الاقتصادي اليوم في تونس وبشكون حاضر معنا ممثل عن منظمة كونيكت للحديث على أهم القرارات صدرة مؤخرا بالنسبة للإضرابات والقرارات الصدرة مؤخرا عن بعض المخابز وما يخص الوضع الخبز والسنيد والفرينة في تونس بالنسبة لبرنامج إكسبريسو نتلقاه بعد شوية الزميل وسيم بالعربي جودة دحمان عن النقابة العامة للتعليم الثانوي للحديث عن إصلاحات المنظومة التربوية والتحذيرات للعودة المدرسية المقبلة في ظل الأزمة التي تمر بها تونس حاليا من اقتصاد والسياسة احنا مازلنا موصلين معكم في البخيماتنا لقدوا معنا ما تبدلوش الموجة بعد شوية نحكيوا اقتصاد نحكيوا على أهم مبادرة ربما بشتعاون رواد الأعمال في تونس